ساعات قليلة مضت على إقرار الأمريكيين مساعدات بمليارات الدولارات لإسرائيل عقبتها تقارير عن نية واشنطن فرض عقوبات على وحدة عسكرية في جيش الاحتلال ما أثار حفيظة تل أبيب ونتنياهو ووزراء في حكومته واصفين الإجراء المرتقبة بالتدني الأخلاقي وعلى الحبلين يحاول الأمريكيون اللعب في ذل الانتقادات الشديدة لهم بشأن المشاركة في حرب الإبادة مع الالتزام المطلق بدعم إسرائيل الثابت في السياسة الأمريكية فواشنطن تحاول التظاهر بمعاقبة الإسرائيليين بزعم دفاعها عن حقوق الإنسان في الضفة المحتلة هي ذاتها واشنطن التي تمول الحرب وتشارك في إدارتها وفي المقابل تروج لمسعيها عن السلام تارة بإبداء رغبتها في وقف إطلاق النار في غزة ولم مؤقتا وأخرى بالسعي إلى تدنب توسع الحرب إقليميا بتكرار المسؤولين الأمريكيين موقفا مبدئيا لإدارة بايدن وفي سياق التدافع المحموم داخل البيت الأبيض لتجنب حرب شاملة في المنطقة واحتواء التوترات المتصاعدة بين إسرائيل وإيران كشفت صحيفة وولستريد جونال عن مزيد من كواليس كبح التصعيد بالحديث عن إظهار إسرائيل استجابة للدعوات الأمريكية لضبط النفس بالمحاصلة يقول الأمريكيون لا نريد توسيع الحرب لكنهم شركاء في غرفة العمليات وهي شراكة كشفت الصحيفة مزيدا منها في معرض سردها تفاصيل للتأهب الإيراني للرد على العدوان على القنصلية وصولا إلى إطلاق المسيرات والصواريخ والإشراف على تفعيل الدفاعات الجوية وعلى المكشوف تمارس إدارة بايدن لعبة الازدواجية في المواقف وهو ما عبر عنه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية متحدثا عن خداع أمريكي لن تقع في فخه المقاومة عندما تتحدث واشنطن عن حاجة لرؤية خطط بشأن الهجوم على رفح تجنب حدوث أذى للمدنيين محمد بعبدالله الميادين ترجمة نانسي قنقر